الطبيعتين دول لما اتحدوا مع بعض بغير اختلاط لم يغير الطبيعة الإلهية في الطبيعة البشرية ولم تغير الطبيعة البشرية في الطبيعة الإلهية احنا منحكي عن عجيبا قلنا انه عجيب فيه اتحاد طبيعته طبيعته البشرية وطبيعته الإلهية وهنا بيقول يولد لنا ولد ومعنى كده بيتكلم عن طبيعته البشرية يضع اثمه إلها قديرا هنا بيتكلم عن طبيعته الإلهية الطبيعتين دول لما اتحدوا مع بعض بغير اختلاط لم يغير الطبيعة الإلهية في الطبيعة البشرية شيء ولم تغير الطبيعة البشرية في الطبيعة الإلهية شيء تقول لي يعني ايه؟ أقولك يعني هذا المدعو إلها قديرا هذا الشخص العظيم إلها قديرا لما اتخذ جثد هل بقى إله درجة تانية لأنه متجثد الحقيقة؟ لا طيب وهذا الجثد هل بقى ثوبارمان لأنه الطبيعة البشرية متحدة بالطبيعة الإلهية؟ الإجابة برضو لا يعني الطبيعة الإلهية لم تغير في الطبيعة البشرية شيء فالجثد ما بقاش ثوبارمان والطبيعة البشرية لم تغير في الطبيعة الإلهية شيء فهذا الإله ما بقاش إله درجة تانية يعني مش ففتي ففتي مش خمسين في المية وخمسية مية في المية مية في المية مية في المية إله كامل إنسان كامل في اتحاد كامل وهذا ما نؤمن به كمسيحين وحلو أن احنا نبقى فاهمين أنه هذا الاتحاد يظل إلى الأبد يعني هو مش مثلا تجثت 33 سنة وتلت وبعد كذا الحكاية انتهت لا ده لما قام من الموت بجثة الممجد واحتفر بجثته في جثة الممجد بأثار الصليب ويظن هكذا إلى أبد الأبد سيأتي يعني بمجد عظيم كما يقول الكتاب المقدس نعم يمكن هذا الموضوع أثار تساؤل معين في حياتك مش غلط الكتاب المقدس يسير بتناغم بتسلسل واضح ما يفيوش فكر الأسطير ولا أي أفكار تانية كل كلمة نقية واضحة فلا تزيد على كلماته ولا تنقص من كلماته واللي بحاول يحرف في كلماته الله بزيد عليه الدينونة كما يقول الكتاب المقدس لكن مدعو أنت أنك تبحث تسأل وبصلي أنه روح الله يعلن ويغير فكرك عن هذا الموضوع عندها ستكتشف هذا الشخص العجيب اللي صعب وصفه سواء في هذه الحياة أو في الأبدية سنظل نتعجب من هذا الشخص العجيب اشتركوا في القناة